وصل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر إلى مطار النجف الدولي بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية وسط استقبال حضره العشرات من أتباعه هذا واختتم زعيم التيار الصدري زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية دامت ثلاثة أيام جاءت بدعوة رسمية أجرى خلالها مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نتج عنها تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتقديم عشرة ملايين دولار إضافية لمساعدة نازحين بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي فضلا عن تبني خطابا دينيا وإعلاميا معتدل يدعو للتعايش السلمي والتعاوني والمصالح المشتركة بين البلدين